أكثر من هذا يا إخواني انتبهوا هذا الآن نقطة خطيرة جداً عادة بعض الناس يأخذ من الدين ما يطاوع هواه مما هو في حد ذاته أمر طيب مستحسن يعني الصلاة ما شاء الله أحد يتكلم عن الصلاة الصوم قيام الليل قراءة القرآن ذكر الله تسبيح تحميد تهليل استغفار صلاة عن النبي كله طيب صحيح؟ لكن يأخذ من الدين ما يوافق هواه ويتحاشى ما لا يوافق هواه مما هو ضعيف المجاهدة فيه لنفسه خليل الرياضة مثل ايش يعني؟ مثل واحد غني صح؟ واحد غني الله ابتلاه بالغنى جميل؟ أول ما ينبغي أن يدعب هذا الغني نفسه فيما هو أن يتقرب إلى الله بشكر نعمة المال أنت مبتلة أنت داخل اختبار يا حبيبي داخل اختبار ابتلاك بالأموال شوف وين تودى هذا المال من يحبته وعين تنفقه لا المال لا يحب حتى ما يحبش الوععاض والعلماء اللي بتكلموا في القضية هذه الحب اللي بتكلموا أنه صل على النبي وإذا دخلت السوق وقلت لا إله إلا الله تكتب عنك ألف ألف لك وتوضع عنك وترفع كأي ويحب هذا جدا جدا ويضعونه في لوحة بحطها على المكتب عنده بيعليقها وراه فضل التسبيح والتحميد والتهليل فضل الصيام فضل صلاة الضحى قيام اللي أترك هذا كله كل هذا غير مفيد الآن لك المفيد إلك إنفاق المال ماذا فعلت في المال؟ هذا اختباره صح؟ يعني واحد عنده اختبار طبي عنده اختبار نسوج الآن مادة النسوج هل اختبارك؟ قال لسيبها حفظ لديوان الشافعي هترصب ما تعمل في دوان الشافعي في اختبار الهيستولوجي؟ مش هينفع قال أحفظته على أحسن طبعة محققة حلو 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 من الناس الأدبي والداخلين عندهم اختبار في الشعر أنت عندك اختبار في النسوج أنت عندك اختبار في المال مش في قيام الليل وصلاة الضحى والذكر والسبحة لا واضح وإذاك لما قيل لي ولي هذا الدين شوف لما تفعلوا لي بالطريقة هذه سدت عين الأبواب كلها والله ما عاد نقدر يعني نروغ روغان الذعلب من أي بوايبة ما فيه هذا الدين الدين سد لأبواب الغرور تغرير النفس الكذب على النفس هذا الفقه الحقيقي بدك الدين قيل لبشر ابن الحارث الحافي رضوان الله تعالى الولي الكبير العظيم قيل له فلان وكامل أغنياء أخذ بحمد الله في الصوم والصلاة والقيام قال ترك حاله ودخله في حال غيره قال ليس هذا المناسب قال ليس فلاسفة 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 النفس هؤلاء فلاسفة الطريق إلى الله اكتذب إلى الله تعلم من هؤلاء الناس قال ترك حاله وأخذ في حال غيره قال ليس معا هذا لم يفهمنا شي عليك قال حاله أن ينفق المال ويعطي المساكين والمحاويج الله غني عن صومه وصلاته مع امساكه المال مع امساكه المال أما إذا طبعا أعطى المال وصلى وصام هذا اللبأ وابن طاب هذا اللبأ وابن طاب يعني نور على نور يا حي أهلا أحسن وأحسن طبعا هذا يتفوق على من يصلي وصوم ما الفقراء يصلي وصوم وقوم وعنده مال يعطيه لله يا أهلا وسهلا بشر ابن حارث هذا نفسه قال له أحدهم يا إمام جمعت ألفي درهم عندي ألفا درهم قال لما قال للحج لأحج بها بيت الله المكرم قال أحججت يا أخي من قبل قال نعم هذه حج التطور وعنده ألفين درهم مبلغ كبير جدا زمان ما ذا قال له بشر قال له يا أخي اقضي أدين عن مدين لا تقول لي حاج لا تقول لي عمره حجيت حاجة الفريضة هناك ناس مدينون غارمون اقضي الدين عن مدين قال لا تطيب نفسي إلا بالحج أكتب عنه قال له ليس ليس مستريح قال له أريد إلى أين درهم الحج الله يحبني في الحج قال له ما هو إلا أنك تحب أن تروح وتجي ويقال الحاج قال له بلكز فوجه قال له ما هو إلا أنك تحب أن تروح وتجي ويقال الحاج بعض الناس لا حج حج يقال له حاج فأقول لك لا تنطبقش علي لأن حجيت وسيسمي الحج يسموني كلهم حج فأنا ليس طالب لا أنت طالب شيء ثاني وانت عارفه طالب أن يقال هذه الحجة العاشرة طالب أن تسأل في كل محفر وفي كل منتدى كام حجة اجت حجة يا فلان فتقول 11 حجة بحمد الله تبارك وتعالى طالب وحولك الفقراء الغلابة الناس اللي يحتاجوا وإدوا ريهمات وين أي دين هذا تدعي أنك أنت متدين تعرف الدين شفتوا العلماء ما تركوا هذه الأبواب كلها كلها أبواب مفتوحة ومدروسة بحمد الله تبارك وتعالى فإياكم إياكم أن تغرركم أنفسكم أو يغركم بالله الغرور والعياذ بالله تبارك وتعالى طيب اشتركوا في القناة